شاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم عبر مساحة جديدة من فنجال القهوة هذه المساحة الإبداعية الشعرية المتخصصة في كل المجالات الثقافية ومنها الشعر أيضا اليوم نحن في حضرة واحد من الشعراء الشباب الاتميز دائما بكتابات قوية ومتينة ومعبرة إبراهيم عبدالله والدساني أهلا ومرحبا بيك وصباح الخير عليكم السلام ورحمة الله صباح النور عليك يا أستاذ وأنا سعيد جدا جدا أني اليوم مستضيفة في برامج صباح الخرطوم وإن شاء الله نرجو أن نكون خفيفية ظل عليكم مرحبا بك إبراهيم ويمكن الترحاب يمتد بكل السادة المشاهدين من خلال قصيدة ترجمة اللي نترحب بيها بكل السادة المشاهدين هنسمع الشيء؟ والله هنسمع قصيدة كتبتها في الوالد أطال الله في عمره يعني هذه القصيدة يعني عبارة عن باغة من الودة يعني هي عبارة عن إحساس جميل أنا كتبته يعني لا يجزي في الوالد شيئا ولكن هي لكن ترجمت للإحساس أبقل بحبوح الفخار الوارس من أي دادو للغني والفغير بازل دوام عدادو أبوي الفكرم فايغ عليه أن دادو قشاي دمعة التنزل عليه خدادو يا قشاي دموع اللي كان عليه نصيبة أرضك طيبة للضيف والعشامة خصيبة يوم تعنان من قبل العدانة مصيبة أبوي الدخل لليوم الشدايد عصيبة أبوي بهجة الناس موشوشا عكرة وياك سفينة الهال كالبعد ما وكرت مكشوفت الغناع كم بي نصايحك فكرة يات من حاب بليمك في مدامك سكرت إيدك وابل العين مسحابا تكك والغش والفحش ما قالوا أبدا فكك في درب الحرام حاشاك ما بتتلكك سافتين الفضل ليك وكاطعين شكك بابك دي مفاتح حاشا مو مزدود والأيتام دوام ليهم عطوف ودود كرمك يلمعوك غطمة لقول حدود شقاك وعرة العرق كم هشاي مندود كيف ما أفتخر بيك وينطرا في عراسي وياك محطة للزائرين ميا ومراسي لطاف بالضعاف طبعك رذين مو قاسي وللفايت الحدود سيفك سغايت وتواسي أفشر ندوك يوماتي بالفرحة نحاس وطيبول والعذ طبع فيه كسل شتل مجبول فاغ الدرصة فاك تبري ودهب شمبول العذ والفخار توبن عليك مزبول دايما لي ضيوفك بر ما بتتخبى وفيه شمس العليل نسام شمالك هبى ماك مقطوع عصير فوق المكارم تبى العذ والفخار ماعروف عليه تربى أوصاف الشجاعة فيك شت موفورة ولله ديما خاضع نفسه ما مغرورة الحور الحسان ليه كذلفتها غصورة في داخل الخيام تتباه بيك مغصورة في داخل الخيام تتباه بيك مغصورة يا سلام شكرا شكرا إبراهيم على هذه الكلمات الجميلة إبراهيم خلينا ناخد كمدقل لانطلاقة حقيقية يمكن كانت من خلال المسارح أو من خلال المنتديات أو من خلال المنصات المختلفة كيف كانت تجربة إبراهيم من خلال كتابة للشعل؟ والله أنا أول مرحلي في تجربة الشعر بدأت بكتابة المدايح النبوية دي أول تجربتي في الشعر ثم بعد ذلك بدأت في الرساء إذا مات رجل من زعماء القبيلة أو رجل مهم جدا أولوه شأن عند الغوم ترسوه ببعض الغصائد المؤثرة الذي تعبر عن الحزن وعن المواسأ وبعدها بمراحل أنا طبعا بديت الشعر منذ نعمة أظافري لا قدر تقول بعد سنين والله بديت الشعر تقريبا كده عمري لا يتجاوز 14 سنة وبعدها الانطلاقة الحقيقي كانت في الجامعة أستغيت بمجموعة الأشواء للثغافة والفنون الذي رأسها حاليا عبد الله ستيفن وكانت الانطلاقة من هنا إبراهيم برضو خلينا ناخد كمدخل من القصائد دائما بيتمي الجمهور كل ما تمشي مكان بيطلب منك أن القصيدة تلقيها شنو من القصائد المحببة لك الآن ممكن نسمعها والله القصيدة يعني كانت الجمهور بيطالبني بها يعني عندها يعني يعني يقوفي في المنصة هي القصيدة يعني في الغزل طبعا تقول شاحد المولى من كل السغام تدعافي أوليك برسل سلامي ومني ليك عوافي يا السمحة منفل ستة جمال الوافي بيك أصبحت شاعر فيك نظمت غوافي لما تغيبي بذأل شان أشوف أخبارك وبس يا السمحة ما بتحني لي خبارك بينات البنات والله وافع بارك شلت الحسن وديتيه ننتق بارك ظهرت السوسن الفوح عبيرك وعرفك خايفي لقاك سعودي ومني شيلك غرفك عليك اسم الله يا الظبي المكحة لطرفك أغدر ظرفي زي ما قاعد أغدر ظرفي في البنوت جميع ملكة وعليه نميرة حكيمة وفاهمة لكن بالعليه هي بصيرة فريدت جيلة كيف أسلاها وحش قغيرة خليت العيون بوراك دموع غزيرة لتيفتت تقنة المروية تحت جروفة رسم الحنة زي لون الدبيب في كفوفة في بيط القصيد بلساني قلت حروفه عنده وجنا كلنا من بعيد بنشوفه غرين الشعر عاندني وقلب موصوفه طبيعها جميل ما مستعجل وملهوفه ومقدما متبر وبالعفاف مسروفه هل قاستنا ولا العاكستها ظروفه ملها ظار ضيك وسط البنات قعقاعة وفيها مكسرين كل الشباب في الغاعة إن أمرض عميدة جامعة سمعة مطاعة وننادت نفر فش لجوها جماعة بتمنىك معاي السمحة في كل ساعة ودائرك روحي تبريها وتزيلي وجاعة من كتر النواح عيني كمل دماعة وانا نجنيت لا تلوموني تب يا جماعة مثل التبري والدرر السمين أقوالة وطفنا الكون جميع ما شفنا ذي أمسالة كنت مستني فوق نارا جمر ملالة لا تلفوني رن ولا منك تجين رسالة لا تلفوني رن ولا منك تجين رسالة ياسر إبراهيم كتر خيرك كتير شكرا لله يعزك إبراهيم ممكن زي ما شفنا إنه في كتابات مختلفة يعني متنوعة وأيضا الشعر يعني بكل ضروب سواء كان الدوبيت أو المرابعة الصغيرة أو الشعر الفصير شنو من الأنواع المحببة اللي إبراهيم دائما هو يكون حريص أنه يقدم والله أنا من الأنواع المحببة يعني إليه في الشعر يعني هو يعني الشعر الفخر يعني أنا طبعا يعني 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 بمبوزة القبلية بمبوزة الجهوية يعني يعني شعره كله يعني يعني لأهل سودان عامة يعني نحن الحاجة اللي ما سمعناها إنه الفخر والآن نحن دارين نختم المحطة ونختم المساحة دي بقصيدة عن الفخر وعن الحاجات الجميلة اللي بتشبهنا أن نحن كسوداني أه بقول حبابك عشرة في ديار بيتنا نكرمك الرضيط أو كان رفضت أبيتنا نشيلك في العيون كانت تجد حبيتنا وفي بحر القصيد طلق الكرم دي بيتنا وهلي شجاعة وهلي مروة وهلي الفرثة صناديد في جتال وعرم وخيولا كارثة إن عادتنا بتضوك من شرابنا مرسة مرة الحنضلة من السنون مندرسة العذ أصلهولم وفوقه لابسين تاج وهم كاب العشيم وعناية للمحتاج أراضيهم سخية ووافرة في الإنتاج ركابين علي ضحر المسمى بعاج وهلي ظلالي في يوم الليالي حرن ساحت الحارة لا بنطماطة لا بنطحرن أهلي بيلبسوا الدرع السلاح مقرن وهلي لباس وهلي الحشم ليل بتعرن وهلي الكلمة مثل الحجار الصم تماسيح لجة الواهي اللي بتبلع نم العدان أصبح في مزل وغموا الخوانة بنشيل من قصاد الهم مين الغير نبثني دبعد للمتكية ومين اللي الضعاف وقت المجاعة تكية أهلي الكلمة ألفاظ صمحة زكية شيالين على الدبر الدواه الكية أهلي البنصر المظلوم ويسندوا الواقعة وكاساتهم مدورة للمحبين ناقعة أهلي في الكرم واطعين شموس فاقعة طيبين سيرة لكن في المعارك صاقعة طيبين سيرة لكن في المعارك صاقعة يا سلام إبراهيم عبدالله والدساني شكرا جزيلا لك تنورتنا من خلال هذه المساحة والله بنورك يا أستاذ يعني الله يديكم العافية وإن شاء الله يكون لنا في العمر البقية لنقدم المزيد ومن يد التوفيق والسنات شكرا جزيلا شكرا جزيلا نتواصل معكم مشاهدين الكرام في كل مكان من خلال صباح الخرطوم اكتملت هذه المساحة ولكن صباح الخرطوم ما زال يحمل الكثير من المساحات